قال وزير الخارجية سمح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع والخارجية العرلدية إن مباحثاتهم اليوم بالقهرة أكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطع غزة هذا وأكد شكري أن اللقاء تناول الأوضاع الصعبة في قطع غزة كما تطرق إلى ضرورة مواصلة الجهود لحل الأزمة الراهنة مباحثاتنا اليوم بالتأكيد تركزت حول الأوضاع في غزة وكانت فرصة لمرة أخرى التأكيد على ضرورة وقف الكامل لإطلاق النار دخول المساعدات الإنسانية الأفاق السياسية المستقبلية مرتبطة بإقامة الدولتين لكن في هذه المرحلة ونظرنا للأثار البلغة الواقعة على المدنيين في غزة من جراء الأعمال العسكرية والمنافية مخلفة لقواعد قانون الدولي الإنساني العدد الضخم من المدنيين الذي فقدوا أرواحهم والمصابين أكثر من 12 ألف فقدوا أرواحهم نصفهم أو أكثر من الأطفال والنساء وضع إنساني في الحقيقة لا يحتمل وضع لابد من وقوفه فورا لا يمكن أن تتخذ عمليات عسكرية تأتي بهذا الكام خلال فترة وجيزة من الضحايا المدنيين تحت أي ظرف الظروف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر